أمره عالمي وعلى خلق آه جدا أو يحبني في الله يعني من هو صغير لأنه طلع معايا هو صغير فهو ده يعني بيبوزني بيرستيش بتاعي لازم يخرجني من الموت يعني فهو يعني حتى عمالي عيد ميلاد شفت كان جميل أفتكت جميلة منه أيوه ده هو جميل وبعدين على فكرة بالمناسبة أنا كلمت مبارح لأن أنا كتبيني من تاريخ ميلادي 24 نوفمبر جقد بالك فأنا بيعيد عيه وقلت له يا أخي والله يا صبح الفكر كده قلت له يا خالد بيقوله أن أنا أخي موليد 2-2 جقد بالك فهو عمل في الكومي اللي عملنا ده فبالح بقى ده بقى ده جميلة من حبيبتي مدام ميرفت أمين ضربتلي تليفون قالت لي حكاية نوفمبر ده بقى قلت لها أنا بحكي لها بقى بقول لها وخالد النبو عملي عيد ميلاد وعمل السينة اللي عملناها دي مع بعض قالت لي أسأنا بقولك 24 نوفمبر ده عيد ميلاد أنا كمان قلت لها خلاص أنا عيد ميلاد 24 نوفمبر ما في نفس الشعر عشان أنا بحب ميرفت أمين يا حبيبتي وخالد قالك ما تروحش الجنازة عشان كان خايف عليه ما رحش الدفنة الدفنة قال لأن أنا كنت هروح الدفنة وبعدين مدفن اللي عمله عايزة جنبي محمود ياسين في طريق الفيوم مشور كبير يعني فأنا كنت هروح فخالد هو خالد بيعتبرني هو أبويا دلوقتي يعني ايه بيخاف علي اه طبعا اه بيخاف علي لا وكورونا بقى كلها دا احنا بنخاف كلنا دلوقتي يا باب يعني أنا ما بقدرش هروح الحقيقة أنا كنت بروح جنازات وأحب أصلي سورات الجنازة واحضر الدفنات دلوقتي أنا بقيت أخاف لا هو بقى خالد علشان أنا عندي 88 سنة يعني ربنا ديك الساح وعارف العلاقة اللي بيني وبين عزة يعني ومحمود رحمة الله عليه كمان محمود ياسين يعني أنا حكيت الحكاية دي وبتهت إن أنا شفته في الرؤية أه أستاذ محمود بعد محمود منتقل يعني دا حاجة كانت دي تؤكد التقاء الروح ببقى إيه اللي حصل بسرعة يا بابا في الحكاية دي بالنسبة لمحمود ياسين أه 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 أنا أنا بيعرفه بقى من هو لسه في اللي صانس يعني أه أه وإنسان مهزب وبحبه يعني المهم بعد ما توفى بشهر كده شفت رؤية أنا طبعا الروحي بقى اتشفافة ربنا محرمك يعني من نعمة القرآن فشفت رؤية إن أنا على محطة قطر أقليمية كده يعني وأنا ومحمود بيلتقي وبناخد حضن بعض جديد وأنا في الرؤية بأشوفها في ثواني كده بس رؤية محمود ياسين يروح ويرجع لي تاني وأنا يروح ويرجع لي تاني شفتوا بقى ايه لابس جاكت أبيض معلم باختص صودة وشعره كسيف جدا زي قمة شبابه مم؟ وجميل بشكلها شكرا الله ما عنديش فكرة إزاي في أنا كلمت للمة عامر وقولت للمة عامر أنا شفته بابا وبت definiteه وحاجة كده ما بعد شهرين كده بقرل في القنوات لقيت عامر الليسي ومدام شهيرة بيتكلموا فانا عدت اسمح شهيرة يعني وفجأة راحوا منزلين منالوك للكلمة اللي كاتبه الاستاذ عبد الرحمن الشهقاني في الحسين الشهيدة ومحمود بيقوله بالبدلة اللي انا شفته بيها ما شفتوش طول حياتي من يوم ما عرفته في واحد وشتين ولسه في ليسانس كده لغاية حياته ما شفتوش بالبدلة دي يا سبحان الله